صباح الخير على حضراتكم صباح النصر والعزة زي النهاردة من 51 سنة المصريين عملوا المستحيل قدروا ان هم يعبروا القناة ويقهروا الجيش الاسرائيلي كان بيعتبر وقتها من اقوى جيوش العالم يوم 6 اكتوبر 1973 الدنيا كلها شهدت ان ما فيش حاجة اسمها مستحيل قدام الارادة المصرية الجند المصري المعروف عنه الجرأة والشجاعة قدر ان هو يحطم خط برليف ويستعيد ارضنا الغالية في سينة ويثبت للعالم اننا قد التحدي مهما كانت الظروف صعبة الانتصار ده كان اكتر من مجرد عملية عسكرية كان نصر للعزة والكرامة المصرية مننا كل سنة في يوم 6 اكتوبر بنستعيد ذكرى اعظم انتصار حققوا الجيش المصري في التاريخ الحديث النهاردة عد 51 سنة على نصر اكتوبر اللي هو اكتر من مجرد حدث عسكري هو قصة عن الاسرار التضحية العزيمة اللي كسرت المستحيل سنة 73 مصر قدرت تحول الهزيمة اللي حصلت الانتصار ساحق عشان كده حرب اكتوبر فضلت درسة حية عن قوة الارادة والتخطيط المحكمة دلالات النصر في اكتوبر بتثبت ان الارادة الشعبية والعسكرية المصرية لا تهزم المصريين وقتها كانوا واقفين على قلب رجل واحد صف واحد كلهم بيشتغلوا مع بعض علشان يحققوا هدف واحد وهو تحرير ارض الفيروز النجاح مش بس ان هم قدروا يستردوا الارض لكن كمان ان احنا قدرنا نغير الموازين على مستوى العالم ونعيد لمصر الهيبة بتاعتها وقدرتها على التأثير في الاحداث الدولية نصر ده كان اكبر رسالة ان مصر قادرة تقوم وتقف من تاني من اهم الدروس اللي تعلمناها من نصر اكتوبر ان التخطيط السليم والعمل الجاد هم مفتاح النجاح الجيش المصري اشتغل على انه يطور نفسه بشكل كبير التدريب كان عالي التخطيط استراتيجي الاستفادة من الموارد المتاحة كل دي عناصر ساعدت في الانتصار ده درس كبير لأي حد النجاح بيجي من المتابرة والتعلم من الماضي والتعلم من اخطائه وكمان استغلال الفرص المتاحة مش بس كده بطولات الجنود في الحرب دي لسه بتدرس حتى الان في كل الاكاديميات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم اللي حصل على خط برليف يوم 6 اكتوبر كان حاجة فوق الخيال فوق الوصف خط دفاعي اسرائيلي كانوا بيقولوا ان هو منيع لا يقدر او لا يخترق تماما حتى لو بقنبلة ذرية لكن المصريين اقتحموا بعبقرية سلاح المهندسين اللي بنوا الكباري في وقت قياسي عشان قواتنا تعبر وتبدأ عملية تحرير الارض كمان الشفرة النوبية كانت واحدة من اسرار نصر اكتوبر وقتها استخدم الجيش المصري اللغة النوبية كلغة سرية علشان يتم التواصل ما بين القوات التعامل واستغلال الموارد الموجودة وتعظيم الاستفادة منها مصر فعلا قدمت ملحمة عسكرية طيارات التدريب اللي ما كانتش مصممة حتى انها تقاتل اتحولت في الحرب لطيارات مقاتلة الدفاع الجوي يلعب دور تاريخي في حماية سامة مصر وحماية القوات البرية وده طبعا جنب كل الاسلحة العسكرية التانية قوات المشاة طبعا كانت العمود الفقري للمعركة في القوات البحرية كمان اللي امنت السواحل المصرية وسلاح المدرعات والمدفعية وعملوا ضربات ودعم قوي للقوات مهدت انها يمحصل طريق سهل للعبور الجيش المصري كان على قلب رجل واحد كل فرع قدم افضل حاجة عنده والنتيجة كانت اعظم انتصار نصر ما يتنسيش ده غير طبعا بطلات قواتنا الصاعقة قوات الصاعقة في الجيش المصري القوات اللي كانت خلف خطوط العدوة كمان الانتصار في حرب اكتوبر ما كانش مجهود على المستوى العسكري بس لانه برضو كان نتيجة التلاحم الشعبي العظيم وقتها الشعب المصري كان كل واقف على قلب رجل واحد مش بس لما كان بيدعم الجيش المصري دعم معنوي لكن كمان بالمساعدات العملية على الارض الناس كانت بتتبرع بالدم المصالع كانت بتشتغل ليلمة على النهار على مدار الساعة عشان توفر كل الجيش ساعتها كان محتاجه حتى الفلاحين كانوا يبعاتوا الأكل للجبهة ده بيأكد ان الجيش والشعب دائما وابدا ايد واحدة والنجاح ده بيجي لما كلنا بنشتغل يما نيجي نتكلم عن واحد من اهم الحاجات اللي قصرت كان التلاحم الشعبي ودي حاجة يمكن ما نقدرش نقول انها حصلت بس في الماضي دي حاجة لازم نعرف نحافظ عليها كويس قوي وتفضل مستمرة معانا على طول لما نكون ايد واحدة بنقدر نواجه اي تحدي مهما كان كبير ومهما كان صعب في وقت الأزمات التكاتف هو اللي بيحمينا هو اللي بيخلينا نعرف نعدي من المصاعب زي ما الشعب المصري كان عامل اساسي في نصر اكتوبر النهاردة برضو الشعب المصري دوره مهم في بناء مستقبل مصر التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة هو الضمان الحقيقي والوحيد ان مصر تفضل دايما قوية وادرة على مواجهة اي تحدي قدامها لازم نفضل دايما فاكرين ان مصر تستحق مننا كل التضحية صباحكم زي الفل صباحكم دايما نصر صباح الخير يا مصر